اشتركوا في القناة استعراض العلاقات الطيبة الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون الثنائي المشترك بينهما من تقدم وتطور في العديد من المجالات بكل ما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين مؤكدا جلالة الملك المفدى خلال اللقاء حرص مملكة البحرين بتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية ودعم وتقدير مملكة البحرين لدور روسيا البناء لإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا الشقيقة وذلك من خلال مؤتمر الأستانة وغيرها من الآليات مشيرا جلالته إلى أهمية دور المجتمع الدولي وعمله مع روسيا من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وحسن الجوار في المنطقة وأكد جلالة الملك المفدى أن لقاءه الأخير مع فخامة رئيس بوتين في العاصمة الروسية موسكو بأنه بناء ومفيد وستنعكس آثره الإيجابية على صعيد توثيق علاقات البلدين الصديقين كما تم خلال اللقاء أيضا استعراض القضايا والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة على الصعيدين العربي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك